إنشاء أربعة لجان فرعية لتنظيم شعب المهنية الخاصة بصناعات الغذائية والميكانيكية الصناعات الكهربائية الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود هذه اللجان ستمكن من مرافقة المؤسسات المتعثرة والراكدة وإعادة بعثها نظراً لأهمية استثماراتها يقول خبراء بعد دخول عملية استثمارات طبعاً هذه المؤسسات تقريباً اللي غلقت غلقت واللي انتحلت انتحلت واللي تقريباً تعيش في الحاضر إذن سيد الوزير الصناعات نظن أنه طلب لي التعريف خاصة بالمشاكل لهذا القطاع وحصر طبعاً هذه المشاكل والخروج بحلول مقترحة بالنسبة لقطاعات الوزرية المرتبطة بهذا الجامل لأنه ضروري أنه ننمي لأنه من الارقام المخيفة في السنوات الماضية تقريباً 60 مليار الاستيرات ولم نحكمها تقريباً كلها أو جزء كبير بنا مرتبطة بالمولة الغذائية ونحن في هذه المرحلة مع الأزمة خاصة العالمية نريد تسلسل منظومة غذائية منتاء أمن غذائي خطوة كهذه تضم لسلسلة الاستراتيجيات الجديدة للقطاع ورؤى قانون الاستثمار الجديد خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات الذي يعرف الكثير من المشاكل هناك إصلاحات في المنظومة الاقتصادية بصفة عامة خاصة في قانون الإستمار نرتق بالمراحل القادمة كذلك إصلاحات بالنسبة للقوانين المرافقة من بينهم مثلاً قانون السفقات العمومية قانون شركة بين قطاع خاصة خلطها العام هناك قانون بلدية الولاية هناك عدة قوانين ممكن رح نشوفها أن اليوم أزمة بالنسبة لي مثلاً صناعة السيارات صناعة الحافلات صناعة الشحينات صناعة المكننة بالنسبة للمنظومة الفلاحية التي نعانوا منها منهج جديد ينحو إليه قطاع الصناعة لضمان رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 أو 15% حسب مسؤوله